إسراء الزوجة، إسراء الأم، ما شخصيتك في البيت؟ هل هي نفس الآن؟ نفس مدعشو في إسراء؟ نفس الشيء، نفس الشيء، كوميديا بالبيت يعني مو محاسن؟ مجالس؟ لا لا، محاسن، مجالس؟ لا لا، بالعكس، لا بالعكس، لأنني زوجي مسرحي، وابني مسرحي، فاش تتوقعي في البيت؟ حياتنا إلهم، مسرح، كلهم مسرح ومع طلبة؟ حالياً أنا موجودة بمعهد الفنون، يعني بمدرسة كيف كان؟ يعني، كنا عن هذه الحياة لما أنت بمعهد الفنون الجميلة ومشرفة على شؤون الطلبة، أنت شؤون الطلبة، كيف كان التعامل الطلبويات؟ ممكن أن تشوفهم قسم بأعمالي شاركون، أيضاً وياتش شاركون بأعمال زمالات؟ نعم، نحن بمعهد الفنون، معهد الفنون دائماً من يبدأ الموسم الرمضاني، المخرجين يتصلون بيه، ست إسراء، أريد موهبة، أريد وجه جديد، لأنني أتعامل مع الطلاب، تأييدات، ووثائق، وست أريد ورقة خروج من المأحد، ويعني هاي تقارب مع الطلاب، فأعرف منه، فأطيهم خبر، يابا طلاب، اليوم الفلاني أكو كاستنج بفلان شركة، فاليوم من الأيام قلنا لهم يابا أكو شركة سحر الشرق أكو كاستنج، تدري ولا طالب دو ولا طالب دوهم بالمأحد، كلها راحة، يعني مو بس قسم المسرح، السينما والتشكيلي والموسيقى، يردون فرصتهم، يردون فرصتهم خطيئة، هذا كل هذا الكاستنج وتعب وختاروا واحد، ومن التشكيلي ومن المسرح، من التشكيلي؟ اي والله، اي والله شان شسمه، وقاص، اختاروا من التشكيلي ومن المسرح، من خلال علاقتي بالطلاب، هم طبعا هم كلهم قد ابني، والأصغر من ابني حاليا ابني بصف الخامس، مأهد، دائما سيحولي ماما، ماما، ما عمدي كاروار جعلي البيت، ماما جاي بلا ريوق، يعني حايرة مئتين طالباني، عندي بش ولد واحد بس مئتين، عندي مئتين واحد، من غير الأولاد، من غير الأولاد، يعني على شبكات التواصل، من غير الأولاد الالكترونيين، نعم، نعم، أم يسحولي ماما،